أعلنت منظمة والصحة العالمية اليوم الأربعاء أنها تراقب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها اسم ماو وأوضحت المنظمة أن لدى هذا المتحور طفرات مقاومة للقاحة تقرير عدنان غربي ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا يبدو أنه أصبح أمرا اعتياديا في العالم منظمة الصحة العالمية قالت إنها رصدت متحورا جديدا في كولومبيا وضع في قائمة مراقبة المتحورات تحت اسم السلالة ماو المنظمة حذرت من تبعات هذه السلالة مبدية قلقها مما قد ينجم عن انتشارها خاصة وأن لدى هذا المتحور طفرات يمكن أن تنطوي على هروب مناعي ما يعني أنها مقاومة للقاحات الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء المزيد من الدراسات عليها لفهم خصائصها وأوضحت المنظمة أن المتحور واصل انتشاره في كولومبيا وقد بلغ 39% بينما بلغ في الإكوادور 13% على الرغم من الانتشار العالمي للمتحورة ماو بين الحالات المتسللة قد انخفض ويقل حاليا عن واحد من الألف فقد وصل انتشارها في كولومبيا إلى 39% وفي الإكوادور إلى 13% ما يستدعي وضعه تحت المراقبة والدراسة وفقا لتصريحات العلمية فإن جميع الفيروسات تتحور بمرور الوقت لكن يمكن لبعض هذه الطفرات أن تؤثر على خصائص الفيروس كأن يزيد من سرعة انتشاره أو مدى شدة المرض الذي يسببه أو مدى مقاومته للقاحات